في مشهد غريب وغير مألوف سقطت عشرات الطيور ميتة على شواطئ المكسيك في البداية ظن العلماء أن موت كل هذه الأعداد من أنواع مختلفة سببه إنفلونز الطيور ولكن بعد فحصها استبعد العلماء الأمر وتحدثوا عن ظاهرة النينو التي سببت هذا الموت الجماعي للطيور ما نجده هو أن الطيور تموت من الجوع هذه هي المشكلة الرئيسية تحدث المجاعة بسبب الاحترار العالمي وظاهرة النينو عندما ترتفع درجات حرارة المياه تغوص الأسماك التي تتغذى عليها الطيور للأعماق بعيدا عن حرارة مياه السطح النينو هي ظاهرة طبيعية تتعلق بالمناخ وتعرف باعتبارها أقوى تقلبهم في نظام المناخ في أي مكان على وجه الأرض بحسب وكالة الأرصاد الجوية حيث تسبب هذه الظاهرة ارتفاعا قياسيا في درجات الحرارة على نحو مفاجأ مما يؤدي إلى تسخين مياه المحيطات النينو ليس مثل العاصفة فهو لن يضربك بشكل مباشر النينو يعمل على تغيير أنماط التقصي والمناخ وتوليد أنماط أكثر قسوة مناخيا وقد تبقى لفترة أطول من الوقت كلما كانت ظاهرة النينو أقوى كوكبنا من المحتمل أن يشهد هذه الظاهرة خلال الأشهر المقبلة وفقا للإدارة الوطنية الأمريكية للمحيطات والغلاف الجوي التي يأكدت أن ارتفاع درجات الحرارة المتوقع سيأتي بعد سيطرة نمط لانينا الأكثر برودة خلال السنوات الثلاث الماضية الاختلاف الجذري في درجات الحرارة بين الظواهر المناخية يثير الكثير من التكهنات حول أسلامة الحياة على كوكبنا حيث يقول العلماء إن هذا العام يبدو مغلقا ففي المرة الأخيرة التي هيمن فيها طق سنينو على كوكبنا في العام 2016 شهدنا أسخن عام على الإطلاق ما يعني أننا سنكون في مواجهة حقيقية مع درجات حرارة قاسية وغير مسبوقة هذا العام